أسعد الله مساءكم بكل الخير وأهلا بكم مشاهدين إلى هذا البث المباشر الجديد انتشر مثل الناريف الهشيم المحتوى الهابط يسيطر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق والكثير من نشطي هذه يثيرون الكثير من الجدل في العراق بسبب المحتوى الهابط الذي يقدمونه بهدف حصد المزيد من المشاهدات والمتابعين وسلطات البلاد تنفذ حملة اعتقالات بدعوى مكافحة المحتوى الهابط على منصات التواصل فما هي قصة القبض على حنونة المثيرة للجدل قبل ساعات أعلنت القوات الأمنية العراقية إلقاء القبض على صاحبة مركز تجميل وأوشام والمعروفة باسم حنونة حكومة وذلك بمنطقة المنصور بتهمة المحتوى الهابط بالعاصمة بغداد ووفقا إلى معلومات الأجهزة الأمنية العراقية فإن المتهمة قامت في الأونة الأخيرة بالنشر مقاطع فيديو فاضحة وخادشة للحياء بالإضافة إلى مقاطع فيديو تحتوي على تجاوزات لفظية على الحكومة العراقية كما تشير معلومات القوات الأمنية أن حنونة حكومة قامت بابتزاز الفتيات والنساء اللواتي يترددن على مركزها من خلال التقاط الصور لهن وتهديدهن بها وفي شهر مارس الماضي قامت وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى بشن حملة لملاحقة بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية المتهمين بنشر محتوى هابط وقد أوضحت الوزارة أنه تم القبض على العديد من الأشخاص بهذه التهمة هذا وقد لاقت الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية في العراق ضد المحتوى هابط ترحبا كبيرا من قبل العراقيين نظرا إلى تدني مستوى المحتويات واستخدام الألفاظ غير اللائقة أولاء الأحكام التي صدرت في هذا الإطار بالسجن لمدة ستة أشهر بحق أحد النشطاء والتي تدعي أم فهد وهي صانعة محتوى لديها أكثر من 145 ألف شخص على تيك توك وذلك بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو تظهر فيها بملابس ضيقة وهي ترقص على موسيقى عراقية ثم بعدها بعدة أيام تم الحكم على صانعة المحتوى عسل حسام بالسجن لمدة عامين بسبب الفيديوهات التي كانت ترتدي فيها الزي العسكرية بشكل يبرز جسدها ومن محاولاتها لمكافحة المحتوى الهابط أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن مصابقات شهرية دواء رملية كبيرة لصناع المحتوى الإيجابي وذلك في إطار حرصها على تشجيع أصحاب المحتوى الإيجابي والهدف وتستند هذه الأحكام مشاهدين على قانون العقوبات العراقية 111 الصادر في عام 1969 خاصة المدتين 423 و226 المتعلقتين بتجريم الإساءة للذوق والأداب العماء كما أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الفائز الأول سيحصل على جائزة قدرها ثلاثة ملايين دينار والفائز الثاني سيحصل على مليوني دينار كما يحصل الفائز الثالث على مليون دينار ومن ضمن الجهود التي تنفذها وزارة الداخلية العراقية لمكافحة هذا المحتوى الهابط إنشاء منصة بلغ لتبليغ عن المحتوى المسيء والهابط ليتم التعامل معهما فهل بعد كل هذه المحاولات هل تتمكن السلطات العراقية من مكافحة المحتوى الهابط والذي انتشر في العراق مثل ما تنتشر النار في الهشيم هذا ما سنتعرف عليه خلال الأيام القادمة أشكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء